امتاح الاجتماع الاول لرؤساء اركان جيوش الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية وارحب بكم في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية واسمحوا لي ان ابدأ بالقاء الكلمة الافتتاحية السادة رؤساء الاركان بالدول العربية الشقيقة معالي الدكتور نبيل العربي امين عام جامعة الدول العربية السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقى اليوم في اجتماع على درجة كبيرة من الاهمية واجتماعنا هذا يستمد اهميته من كونه يأتي تنفيذا لقرار كمة شرم الشيخ التاريخي هذا القرار الذي يؤسس لانشاء قوة عربية مشتركة ولا شك ان حرص السادة الرؤساء الاركان على الحضور يرافقهم هذه الوفود رفيعة المستوى يعكس بالفعل قناعتنا الاكيدة باهمية هذا الاجتماع في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ امتنا وانه لمن دواعي سروري ان اتوجه في البداية باسمى عبارات الشكر والتقدير الى السادة رؤساء اركان الحرب للكوات المسلحة بالدول العربية الشكية والى هذا اللفيف الكريم من السادة القادة العسكرين رفيع المستوى على مشاركاتهم في هذا الاجتماع الهام كما لا يسعني الا ان اعرب عن خالص شكري وتقديري الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية على الاعتاد لاجتماعنا هذا الحضور الكريم يأتي اجتماعنا اليوم في اطار تفعيل القرار التاريخي الذي اتخذه القادة العرب في قمة شرم الشيخ لصون الامن القوم العربي الجماعي ذلك القرار الذي يعد تأكيدا لحتمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات العاتية التي تمر بها منطقتنا العربية والتي بلغت حدا اوجب على قادة وزعماء الامة العربية تبني انشاء قوة عربية مشتركة تكون بمثابة درع وسيف لحماية كيان وامن الوطن العربي من المحيط الى الخليج ولا شك اننا نتفق على ان مسئولية حماية الامن القومي لكل دولة عربية يقع على عاتق قواتها المسلحة داخل حدودها وهو واجب مقدس عاهدنا الله ان لا نتدخر جهدا في سبيل ادائه على الوجه الاكمل دفاعا عن تراب ومقدرات دولنا العربية ولكني اثق في انكم تشاركونا الرأي في ان التحديات التي تواجه الامن القوم العربي الجماعي باتت متشابكة وتمتد عبر الحدود دون عائق فما يدور في اي بلد عربي من اقتتال داخلي او افتئات على السلطة الشرعية او استفحال للتنظيمات الارهابية او استفحال للتنظيمات الارهابية بممارستها اللا انسانية لا يمكن غد الترفعا تحت وطأة الاعتقاد الخاطئ بان تأثير هذه الافات على اختلاف سنوفها ومسبباتها لن يطال بقية الدول العربية بشكل مباشر او غير مباشر لقد ثبت يقينا وبما لا يدع مجالا لشك ان المواجهة الاحادية من جالب القوة المسلحة الوطنية داخل حدود البلد الواحد غير كافية في حالات عدة الامر الذي يعظم من الحاجة لاجاد الية جماعية من خلال تشكيل قوة عربية مشتركة تكون جاهزة للتدخل السريع اذا مقتدت الدرورة ذلك وبناء على طلب من الدولة المعنية وبما لا يمثل اي انتقاص من سيادتها واستقلالها كل هذا اتساقا مع احكام مساقي الامم المتحدة والجامعة العربية وفي اطار من الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولية وهنا يجب التأكيد على ان هذه القوة المقترحة ليست موجهة ضد احد ولا تمثل محورا او تحالفا او تهديدا لاحد وانما تهدف الى محاربة الارهاب وحماية الامن القومي العربي وهو ما يجعلها محل تقدير من جانب الاطراف الاقليمية والدولية فضلا عن تفهم المنظمات الاقليمية والدولية والدول الفاعلة بالمجتمع الدولي لدوافع هذا الاجراء وبروح من المسارحة والشفافية اود ان اشير الى اننا كدول عربية قد تأخرنا كثيرا في تحقيق هذا الهدف الذي سبقتنا اليه منظمات اقليمية عديدة ومن باب الانصاف يلزم ان اشير الى ان الجامعة العربية قد تبنت مبادرات سابقة لانشاء مثل هذه القوة الا ان عوامل عديدة انزاك حالت دون تحقيق هذا الهدف الامر الذي احبط امال شعوبنا في القدرة على تحقيق عمل عربي مشترك يهدف الى حماية سيادتنا داخل اوطاننا ويحافظ على مقدرات امتنا العربية ونحمد الله ان الفرصة قد حانت من خلال القرار التاريخي لكمة شرم الشيخ لتحقيق هذا الهدف وتلبية تطلعات شعوبنا العربية التي اعتقد انها تواقع لترى منا ما يلبي تطلعاتها ويحافظ على امنها واستقرارها لتحقيق في امن وسلام واستقرار كبقية شعوب العالم الحضور الكريم لقد تضمن قرار كمة شرم الشيخ تكليفا لرؤساء اركان الكوات المسلحة بالدول العربية بالاشراف على فريق من الخبراء رفيع المستوى لدراسة كافة جوانب موضوع انشاء الكوات العربية المشتركة واقتراح الاجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لانشاء هذه القوة ومن هنا كان الحرص على مشاركة رؤساء اركان الكوات المسلحة بالدول العربية في الاجتماع الاول لهذا الفريق حتى يتسنى انارة الضوء على طريق المهمة التي ينبغي على هذا الفريق واثمامها في غدون اربعة اشهر من تاريخ صدور القرار بما ييسر من اجتمال جوانب الموضوع قبل عرضه على مجلس الدفاع العربي المشترك السادة الحضور اختتم كلمتي بالتأكيد على ان الروابط التي بيننا وثيقة لا تنفصل قديمة تدرب بجزورها في اعماق التاريخ ولكن حاجتنا لوحدة الصف ولان يشد بعضنا ازرى بعد اصبحت اكثر الحاحا من اي وقت مضى وقد اثبتت التجربة في كل المرات وعبر كل الظروف والعصور ان المصير واحد والسفينة واحدة متى وصلت الى بر الامان سلم الجميع ومتى انحرفت عن مسارها الطبيعي فنتائج ذلك ستلحق ايضا بالجميع اتمنى ان تكلى الاعمال اجتماعنا هذا بالنجاح والتوفيق بما يبرهن على عزمنا الاكيد ويعزز ثقة شعوبنا العربية في قدرتنا مجتمعين على حماية اوطاننا ضد كيد كل كائد وانحراف كل مارك حفظ الله امتنا العربية وجنبها شرور المجردين واطماع الحاقدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته